قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحل للأزمة الحالية سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل مهما ترابط إسرائيل وعطلت الوصول إليها كما أكد هنية أن حركة مستعدة لإبرامي اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل المحتجزين والأسرة أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل مهما تهرب العدو وعطل الوصول إليه وثانيها تمسكنا بدور الأخوة الوسطاء وأهمية ما يقومون به واستعدادنا لإعطاء الفرصة والمساحة الكافية لإنجاز مهمتهم النبيلة وثالثها استمرار العمل على كل المسارات من أجل إنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والحركة مع فصائل المقاومة جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربعة وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة والإعمار وصفقة تبادل للأسرة وأن يكون ذلك كله واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل تفسيرات ولا تأويلات ولا يخضع للتأجيل أو المساومة أو المناطق